السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير أهلا وسهلا بكم حبيباتي نتمنى تكونوا كامل بخير وفي أفضل حال اليوم عندي مشروع أو عمل للمتتبعات اللي قالوا لي نحتاجوا مشاريع بدون ماكينة الخياطة رهم جايين بإذن الله اليوم مشروع هذا راكم أكيد راكم شايفينه على موقع التواصل الاجتماعي رهم صفحات خاصة فقط بهذا العمل يعني الله يبارك سيخطس يخطو في الانستغرام وتيك توك يعني ما شاء الله أنا نتبعهم بزاف يعني الله يبارك يا عظيم الصحة حبيت اليوم ونجيبه لكم بلمسة الخاصة وفي أفكار بزاف 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 ملاحك من نوعية الفيديو للأخير عندي ثلاث أنواع تعلق الخيوط لبنات أو نوعين أو حتى نوع عندكم منتم مشي رامة وفرة عندي مثلا هذا النوع جاي خفيف بزاف هذا اللي في اللون الوردي والرمادي الكوبة التاعو هذي يدير خمستاش نالف يعني 150 دينار ويخدم بزاف باستيك باش ما يثقلوا ليش أما الكوغدون الآخر الباكي تاعو تدير 35-45 حسب المحل راح نديرها مع علبة الكارتون عندي هذا الباني يديت له شاريط تاع قوميش بحيث الشاريط هذا الطول التاعو هو المحيط تاع هذه السلة زيد 2 سنتيمتر يعني حق من بعدا نلصق القوميش أما العرض تاع الشاريط فهو تقريبا ثلاث مرات الارتفاع تاع السلة هكذا اللي يجب من بعدها نقدر نزيد النقص في العرض تاع شاريط القوميش شوفتوني كيفاش راني نقيص هكذا ونحط هنا إشارة بسيال بسيال هنا البنات ونروح نحي الزائد هنا نوع القوميش عندي أنا هذو بقايا قوميش يعني حبيت نستغلهم ممحة السلة والعلبة ذو كانوا عندي يعني متوفرين مشريت شريت فقط الخيط اللي في اللون الوردي واللون الرمادي هذو اللي أني نحتاجه إن شاء الله في الأيام القادمة هذا القوميش تعترك لبنات مئة بالمئة قطني لذلك نتم يعني إذا عندكم دي شويتا قوميش يكون يعني كما البيزو يكون إلاستيك راح يساعدكم أحسن ولكن يعني قوميش تعليد رامة موفرف دي موتيف باهين أنا اخترت يعني هذا وقع اختياري على هذا مع لباليش كيفاش ولكن تقدروا تستعملوا الألوان كما حبيتوا يعني على حساب العملتاكم هذا الواش راح موجه في آخر الفيديو راح نشوفوا النقطة هذي بإذن الله ونعذروا عليها هناك ما شتوني لبستوا على السلة ونجي هذوك الزاوية تعلق ماش ندخلهم لداخل نطبيهم في الطريقة الأخرى راح نوريكم لمسة أخرى وطريقة أخرى عفسة أخرى باش كيفاش نتخلصوا منهم ولكن هكذا يعني يعني لا حرج عادي جدا ندخلهم لداخل وذوك تشوفوني كيفاش نثبتهم جيت هنا من الأسفل نقصت شوية من القماش وثبتت مع الطول ومع العرض وزيت في الزاوية يعني راح كين بالزائد يعني لكسيت على القماش نحيه يعني نطويه باش من بعد نكون نخدم عليه مش رايح يجينيني مش رايح يتكرمش لي هذا مكان درت عليه يعني نقطة نقطة فقط ما رانيش نكثر جبت الخيط تعيتها ماشي كوردون هذا هذا راح خفيف خلاص لبنات وجايد تكسل شوية عندي الكروشي لبنات اللي يعرف يخدم الكروشي ماذا بهم ندير عقدة في الأول ندخل الداخل وندير سنسلة عادي تعرف كامل ندير سنسلة اللي ما تعرف ش عني جبت لها يعني البديل يعني الطريقة البديلة السنسلة هنا نسحب القماش من الفتحة فقط يعني كلما نسحب قماش يدير لنا حلقة زياد نسحبه وكأنني نخدم في الكروشي بأصابعي نتحصل على هذه السنسلة أو شكل الضفيرة نكمل نخدم الضفيرة طويلة لبنات كيف تكفيني مهم حتى ما تكفيني من بعد في نصف العام نجب نكمل ندير السنسلة الخيط فقط الرمادي مع بعض تقدروا تديروا مثلا ثلاث خيوط زوج في الوردي واحد رمادي وتضفرهم مع بعض ولكن تضفرهم كم الضفيرة ماشي بالكروشي وتخدموا بهم لأنه أيضا تمزجوا شوي ألوان مثلا الرمادي مع الوردي ولا تمزجوا ألوان أخر يعني يتمشوا مع بعض سنعطيكم أيضا شكل جميل نبدأ نركب الخيط التاعي اللي هو مضفور بهذا الطريقة حول المحيط السلة وفي القاعدة من بعد رح نجين في نها متخاف لبنات راني كملت هنا طلعت الضفيرة التاعي للأخير نقطع الخيط نحرق شوية هكذا والله بالبيستولي ونعود نخرج الخيط هذيك مضفيرة باش ما تتسنسر ليش وما باش ما يبقاش الطرف خارج دخلت بالكروشي شوية رقيق ما يخدمت به هذيك الفيولي ولا في الموض في الاسفل اللي بناء انا اضغط خيط واحد ودرت على الحفة السفلية يعني هو اللي في نيت به من تحت خلاص انا نحب نخلي هذي باني ملتحت بلاستيك من نغطي القاعدة يعني صراحة نحب يكون يعني الاسفل تحوما في قماش جيت هنا عود تفتحت شوية فقط من القماش الاول خلاص دخلت البيستول يتاعي او المسدس للشمع الداخل للزوايا وللحواف ودرت سيليكون وضغط هكذا باش يلصق لي القماش في القاعدة نفس الشي بالنسبة لعلبة الكارتون يعني سيليكون قلت اخيط بها ولا تخيط بخياط يدوية انا وش جيت لبنات رح نتخلص من هذه الزاوية هذه الطريقة الثانية اللي قلت لها نقيس الزاوية على القاعدة او العرض العلبة الكارتونية تاعي نحي هذه الزاوية ونضير بلاست داخل سيليكون وكأن يخيط نفس خطوات الخياطة ولكن بمسدس الشمع بالنسبة للمسدس الشمع يخدمون به ومشاريع به صح يعني لا نحب في خدمتنا بزيف ولكن هنا امور تاعدي كور يفي بالغرض هنا ندخل القماش تعي في العلبة ونلبس مليح بحيث ندخل الزاوية مع الزاوية وايضا ندير لهم سيليكون داخل بين القماش وبين الكارتون ندخل للمسدس 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 الخارج ونحب للمسدس للمسدس في اللون البرتقالي تعمل نغطيها كامل بالقماش للمسدس 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 ونبدأ نغطي أو ندور الكوردون هذا اللون كامل الكوردون لدي رقم 18 نضن خاص بالتفريش بالكاش كنابي ندور على العلبة للمسدس 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 ندخل ومن بعد نلسك بسيليكون هذا الطرف ونقص الزائد ودخلته تحت الكوردون السابق ودرت له سيليكون لكي يجيني مليح وليس أيضا الغيطاء العلبة جيت أغلفت له الحواف بالجانب بالكوردون كنتظروا ما سنقوم بها هذا الكوردون يعني هكذا وراؤوا اللون أبيض رحو ما شاء الله أنا نحب اللون الأبيض ولكن تعمدت نضير هذا القماش الباج اللي فيه النقاط البيضة لأني راح ندير فكرة أخرى في الأخير لنضغطة أو الثال علبة هذا راح نكمل نغطيه كامل بالكوردون بهذا الطريقة راح يمدلي شكل مليح ومارة نيش راح نخلي اللون الأبيض انتم هنا عندكم لاختيار حبيتوا تخليوا اللون البيض او بالكوردونش اللون الذي توفر سأضع البنت سأضعها لون الذهبي لأنه اللون الذهبي لا يبين الذهبي نغطي هذا الجزء على القمش بشريط اللاسق ونطرق تستعمل العلبة البلاستيكية لا تريد أن تغلفها هنا سأضع البنات رشيتها تبدل اللون من الأبيض الى اللون هذا البج والذي تشغره خي تخيش هذه الفكرة البنات هنا جزء فقط صغير مستطيل او شارعي بتاع سكاي كان عندي متوفر في اللون البني طويته على مرتين ونحيت له الزوائد في الجانبين وجيت لصكته بهذا الطريقة طلعته شوية للفوق بعد ما ثبته فوق الغيطة يعني بسيليكون عادي نروح نزيد نجيب له أيضا لمسة أخرى نحطها من الفوق هنا جبت البيوناز هذا اللي جاي شوية بومبي وكبير درته على الطرفين وكأنها يعني ذراع يعني نرفض منها هنا فقط كإضافة حبيت نزيد هذا الشرشوبات هذا يعني انتم مش عندكم حبيته بومبوم حبيته قيبير حبيته دونتيل اللي توفرت عندكم او تشريو حاجة متشريوها شغالية فقط كما هذي تتباع رخيصة خلاص 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 ولكن المظهر تحى بزاف باهي درتها فوق هذي اللي جاي في اللون الرمادي وحطيت من فوق بابيو فقط صغيرة خدمتها بالحاشية هذا هو الباني التاعي الأول في اللون الرمادي يعني أكيد في ألوان أخرى سيخرج أحسن ونحن خليكم في الأخير صور لأعمال أخرى يعني منقولة تقدروا تهزوا أعمال يعني من البينتيرست من جوجل من أي مكان من صفحات غربية وتهزوا الفكرة أو تهزوا الشكل وتطبقوه وتديروه كمشروع خاص للعرائس أو مثلا طالبات جامعيات أو حتى يعني بنات صغر يحبوا يديروهم كمنظفات من منظمات عفوا للغرف تاحهم أنا خدمت هذا هو زوج لي أنا ماشي رحل ما نشحن بيحهم ولكن هنستفاد منهم إن شاء الله راني درت فيهم حويجي يعني تقدروا تبيعهم تحسبوا حق السلعة وحدها إذا كان شريته السلعة تحسبوا حق السلعة وحده وتزيدوا حق إيدكم يعني في العلبة الواحدة أو في الباني الواحد ولا المنظمة الواحد تقدروا تديروه حتى خمسين نفح حق إيدكم يعني تلزقوا بسيليكون فعلا يعني الخدمة بسيليكون صراحة أنا تلمو منيش موالفتها وسيليكون ستشريتوا على جل هذا المشروع والله انزعجت يعني صراحة ولكن خدمة ممتعة سواء كانت إعادة تدوير أو استغلال بقايا القوماش أو أشياء زيدين عندكم يعني مشروع هاي راح يتمشي لكم بإذن الله ديروا فقط صفحات سواء انستغرام أو تيك توك أو حتى فيسبوك وحطوا أعمالكم أو نقلوا أعمال أخرى في نفس الصفحة وراحين تشوفوا بإذن الله يتمشي لكم أو حطوهم عند المحلات كما لكوسميتيك راحين بإذن الله يساعدكم يعني في البيع هذا مكان لبنات الله في رواحكم إن شاء الله يكون مشروع تالي ومع السلامة شكرا